الأخ مقداد من ترابس يسأل عن مسألة وصولية هي يسأل عن معنى حمل المطلق على المقيد ما معنى ذلك؟ نعم هذا موضوع معروف يعني في علم أصول الفقه وكل يعني باحث أو كل يعني من يريد أن يعرفه يعني أي كتاب في الأصول يعني معاصرا كان أو قديما يجد في هذه المسألة وهي مبنية على أن النصوص الشرعية سواء كانت في الكتاب أو في السنة يأتي بعضها يعني مطلقا بمعنى يعني بدون قيود وسأضرب مثال يوضح إن شاء الله يذكره العلماء في كتب الأصول يعني واضح وبسيط وتأتي يعني نصوص أخرى يعني تقيد هذا الأمر المطلق تضع له قيوده ولهذا من أسباب الضلال والانحراف في الفرق القديمة يعني وربما حتى حديثا يعني عند بعض الناس باجتهاد أو بغيره عندما يأخذ الإنسان جزءا من النصوص قد يعمل بالمطلق ويغفل أو يجهل القيود التي وضعت عليه في نصوص أخرى ولهذا لابد أن يجمع كل النصوص وهذه دائما نذكرها في الحلقات يعني أن الباحث في المسألة طالب العلم أو الفقية أو الداعية إذا أراد أن يتكلم في مسألة لابد أن يحيط بنصوصها الواردة في الأحاديد ثم يمحص صحتها من ضعفها ودرجاتها ثم ينظر في الآيات أيضا ويجمع بين هذه يعني قد يكون هناك شيء مطلق عن القيود غير مقيد يعني في موضع في القرآن مثلا وتقيده السنة مثلا الآن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نعم فاقطعوا أيديهما نعم كله يطلق عليها يد يعني يطلق أحيانا عليه دراع ويطلق أيضا يعني عليه يد نعم فهذا الحد الشرعي ما هو قيده هل هو في اليمين أم في اليسار هل هو إلى المرفق إلى الكتف إلى المعصم هنا قال العلماء كمثال يذكرونه في كتب الأصول يعني السنة قيدت هذا المطلق جاء مطلقا في القرآن فقيدته السنة وقيدته بأن هذا الحد يكون في اليد اليمنى ومن المعصم فقط وليس أكثر من ذلك هذا مثال يعني وهذا معنى حمل المطلق على المقيد وإذا اتحد الحكم والسبب نعم هذا معنى حمل المطلق على المقيد نعم هذا مثال له واضح نعم نعم وإذا اتحد الحكم والسبب في هذه النصوص يعني الحكم الذي جاء في النص وسبب هذا الحكم إذا اتحذف جمهور الأصوليين والفقهاء يقولون بحمل المطلق على المقير إذا اختلف أحدهم عن الآخر فتختلف المذاهب في ذلك مثلا هل المسح اليدين في التيمم إلى المرفقين أم إلى الرسغين وهذا في خلاف بين أئمة المذاهب معروف أحد أسباب الخلاف هو حمل المطلق على المقير الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء أمر بغسل وأيديكم إلى المرافق مقيد هنا ولكن في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في سورة المائدة هل نمسح إلى الرسغين كما جاء في حديث عمار وهو مذهب الحنابلة أو نمسح إلى المرفقين كما هو مذهب الشافعية والمالكية أحد أسباب الخلاف هل هنا نحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء بعض الفقهاء قال بالحمل وبعضهم قال لا لأن الحكم مختلف هنا غسل وهنا مسح وإن كان السبب واحدا وهو الحدد وهذا مثال يمكن للأخ الكريم السائل أن إذا أراد التفصيل والتوسع أن يرجع إلى أي كتاب من كتب الفقه وإذا صعب عليه الكتب القديمة فهناك كتب معاصرة يعني للأصول يبحث في الفهرس حمل المطلق على المقيد سيجدها في كثير من الكتب بعبارات عصرية وسهلة ومدللة بالأمثلة والمراجع أحسن الله